السؤالي كان ودي أطرحي شيئا لما ذكرت مثلا أبو هريرو سبح 12 أف تسبيحة أو بمعدان أو شهد زنبازة أو شد رحمة براكة أو غير منه العبادة والعلم والفضل بعض الناس يسأل يقول مسألة التدبر يقول هل أفضل مثلا يقول سبحان الله وأنا أستحضر تنزيه الله عز وجل عن كل عيب و كل نقص كل ما لا يليق به الحمد لله وأنا أستحضر نعم الله عز وجل لا إله وأنا أستشعر وحدانيته وبطلة ما سوى أو تكون أذكار بشكل سريع طيب اللهم صلي وسلم أول شيء الصحابة قول أسماءنا في ذكرت يستحضرون قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا ومن الفردون يا رسول قال الذاكرون الله سبقوا في الدنيا و سبقوا في الآخرة السابقون السابقون فأسأل الله جانا وإياكم منهم هذا ترى فضل عظيم و فتح و يقول يا فتح افتعني و سيفتع عليك الله عز وجل و خير ما يفتع عليك يفتع عليك في العبادة و خير ما يفتع عليك يفتع عليك في الذكر و لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شف هذه جميلة فائدة طيبة خنا بنا ذكرها قبل الله يفعل ما يشاء و يختار أيام أفضل من أيام نحن نرى أيام أيام الأشر أفضل من سعر أيام الدنيا ربك يخلق ما يشاء و يختار أيوة أوقات أفضل من أوقات أوقات السحر أفضل من غيرها يوم الجمعة أفضل من بقية الأيام الله سبحانه وتعالى له الحكمة يحب و يكره سبحانه وتعالى بحكمته طيب أزمنة أفضل من أزمنة طيب أقوال أفضل من أقوال أفضل أقوال البك أيوة أعمال أحب من أعمال قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله ثلاث الصلاة على وقتها و بر الويدين والجهاد في سبيل الله قال أحب الأقوال هنا الأعمال هنا أقوال أحب الأقوال أو أحب الكلام إلى الله من الذي يقول رسول الله سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر طبعا نرجع للسؤال مع اسمه يخضراتك في مسألة مهمة جدا وهذه تطرح ما هو أفضل الذكر ما هو أفضل الذكر سألت أنا بحثت بحثت فوجدت يعني ما يتطمئن له نفسي وهو اختيار شيخنا بن باز الله يرحمه و يرحمه الله و لما سألت شيخنا هذا اللي ذكرت قبل قليل فقلت ما هو أفضل الذكر قال سألنا شيخنا بن باز فقال سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فقلت لهذا الشيخ تعطيك فائدة سبعت أن الشيخ بن باز مات عليها قال عجيب قلت نعم حدثني الشيخ هذا الويسين و هو حي و رزق أن آخر كلمات للشيخ بن باز رحمه الله في حياته سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله و أكبر الله و كان يوصي بها في حياته أين و مات عليها أيضا سمعت هذا من غير الشيخ خالد أن ابن باز آخر كلمات له في حياته هذه الكلمات رسول الله في صحيح مسلم يا مسلم يقول لك أحب الكلام إلى الله سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر هذا من حيث أي كيف من حيث الكم سبحان الله و بحمده عدد خلقه خلقه و رضا نفسه و زينتها عرشه و مداد كلماته رؤيا أو رأى بعض السلف و ناس يكتبونه في المنام قال ما هذا قالوا نكتب كلمتك التي قلتها قبل سبعة عشر سنة سبحان الله و بحمده عدد خلقه كم خلق الله إذا كان البيت هذا معمور يطوف عليك كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودوا مرة أخرى هذا جزء من الملائكة فقط الله أكبر هذا جزء من خلق الله و يقول هذا الحديث أقل عدد في الحديث هذا عدد خلقه سبحان الله طيب كم و لذلك نأتي إلى سؤالك أنت و أنت تتدبر عندما تقول سبحان الله و بحمده عدد خلقه تدبر طيب أيهما أفضل عندنا أوقات أذكار مناسبات أذكار مناسبات أدبار الصلوات الصباح المساء لها مناسبة أذكار وظيفية لها مناسبة هذه تتدبرها و تتأملها الذكر المطلق غير مقيد تدبرته حسن مثل يقال مثل ما يقال في رمضان ثلاثة القرآن في قراءة لجمع حسنات و في قراءة للتدبر حتى بنقيم لما ذكر نوع هجر القرآن قال هجر التدبر و هجر قراءة يفرق بينهما الذكر أيضا في ذكر لجمع حسنات و في ذكر للتدبر و التأمل سميه لما نأتي إلى فضيلة الشيخ أما كان قبل قريقا أفضل الذكر لا إله إلا الله نعم هذا جاء في حديث صحيح لكنها جاء ضمن الأربع أيضا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله سبحان الله فهذه الأربع جماعة ترى شف جاء في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس الله أكبر و لما جاء إليه العربي قال يا رسول الله دلني على خير قال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذن يا جماعة إذا تحب أحد أهد له هذه الأربع كبير سن ما يعرف يا قرأ ولا يكتب أهد له هذه الأربع تقابل عامل في شارع عامل نظافه و كذا سلم عليه و ابتسم في وجه أهد هذه الأربع ترى خفيفة و شريعة و يستطيع النسان أن يكثر منها فهي أحب يا جماعة لما قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ماذا قال حبيبتان لكن لما جاء عند هذه الأربع قال أحب أحب الكلام الله يحب جميع الكلام الطيب سبعانا و الله طيب لا يقبل إلا طيب لكن أحب الكلام يا الله هذه الأربع ثم نأتي في هذه العشر ما هو أحب الذكر إلى الله التهليل و التكبير فأكثروا فيهن ما من أيام العمل والصالح أحبوا إلى الله فأكثروا فيهن ماذا يا رسول الله من التكبير والتهذير والتحميد طيب ذكر الشيخ pronجد الله خير قبل قليل صيق التكبير كررها وهي ثلاثة صيق ثبتت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ثلاثة تكبيرات ثم الله أكبر أو تكبيرات الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللحم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أو يكبر بما شاء الله أكبر ما كبر مكبر الله أكبر ما نحر ناحرا وهلل الله أكبر ما طاف طائف وكبر وهكذا من التكبيرات التي نسمعها من كبار السن أو من نسمعها من الخطبة على المنابر يوم الجمعة وغيرها كبر أهم شيء الله أكبر ليكون الأكبر أكبر في حياتك ليكون هذا الذكر هو الأكبر في حياتك في هذه الأيام في هذه الأيام العظيمة والذكر يا جماعة ترى باب عظيم أسأل الله أن يفتحه